أهلا وسهلا بكم مساهدين الكرام هو تسعار النفط اللي تتراجع عند أكثر من أعلى مستوى في 11 شهر واللي بلغته الأسبوع الماضي بعد أنه تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب عن الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام استمرت التقلبات السعرية في السوق النفط الخام بسبب أيضا غياب حالة عدم اليقين وسرعة مسجدات أزمة وباء كورونا بعد ظهور ثلاث سلالات خطيرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل فيما أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك أنه العالم سيظل يعتمد على النفط والغاز لعقود مقبلة ومؤكدا على دور الصناعة في الانتقال إلى مستقبل منخفض بالنسبة على مستوى الكربون الخام بلنت الأسبوع الماضي سجل تراجعه كان بحوالي 1.18% أيضا خام غرب تكسل وسيد كان على هبوط ب2% في ختام تعاملات الأسبوع بسبب أيضا المخاوف من تعثر الطلب إضافة إلى حدوث قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية ولكن تقاوم الارتفاعات السعرية قيود الانتاج الصارمة والتي تنفذها أيضا دول الأوبك بلاس خاصة بعد التخفيضات الطوعية التي كانت من قبل المملكة إضافة إلى تأثير انتشار اللقاحات الجديدة التفاؤل بالإدارة الأمريكية الجديدة وأيضا خطط التحفيز المالي المرتقبة كان هناك تقرير لدول الأوبك بلاس والتي أشارت أنه علاقة جيدة بين دول الأوبك بلاس والولايات المتحدة ومشيرة أنه أيضا التعاون مع المنتجين نفط المستقبلين في الولايات المتحدة أيضا سيكون على ما يرام خلال العوام القادمة أيضا لفت المنظمة إلى مساهمة الولايات المتحدة في الجهود الدولية خلال العام 2020 المساعدة في التخفيف من التأثير المدمر للوباء على الأسواق العالمية وأيضا على أسواق النفط وأيضا نترقب أيضا كذلك التحفيزات المتوقعة من قبل الولايات المتحدة لكل السوق لسهم من سعودي كان الأسبوع الماضي على تراجع وبالتالي كان هناك حيرة واضحة على المتعاملين خلال تدولات الأسبوع الماضي متابعنا السوق اللي مفتح على بعض المكاسب بحوالي 8 نقاط ولكن مازال السوق دون 8800 أو 8900 نقطة 8883 نقطة الأسبوع الماضي كان السيولة متراجعة بـ 19 في المئة سجلنا أدنى مستوى فيه ثلاثة أشهر خلال الأسبوع الماضي في ظل الترقب الواضح بالنسبة على النتائج المالية للشركات خلال الفترة الماضية لأن ننسى أيضا كذلك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تستحوذ على سيولة أكبر في السوق لسبوع الماضي كان لدينا الشرقية للترمية على 1.600.000.000 ريال ثلاثة أضعاف ما تم تداوله على ساهم الراجحي كان حوالي بـ 4% من استحواذه على سيولة السوق